قدم محافظة البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي استقالته من منصبه جاء ذلك في رسالة الوجهة إلى مجلس القيادة الرئاسية والتي شكر المجلس لمساندته لإجراءة البنك المركزي التي هدفته إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البياء الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الاقتصادي للبلاد قائلا إننا نتفهم حيثية القرار الذي اتخذه مجلس الموقر للتعامل مع الوضع الاستثنائي مضيفا إننا نعيد التأكيد أن مجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية ترجمة نانسي قنقر